أحبكم أعزائنا أهلاً وسهلاً بكم في قناة حياتنا ورلايف نشكركم كثيراً على كلماتكم الجميلة وعلى أيضاً نشرككم لفيديوهاتنا عبرواها وسعر التواصل الاجتماعي كثيراً من نبسط في هذه المنشورات لأنه منحب أنه تعم الفائدة على الجميع إن شاء الله أعزائنا اليوم رح نبلش في وحدة جديدة هي الوحدة الخامسة والأخيرة وخلينا نبلش اليوم في قصص القرآن قصص القرآن روائع وعيضات تمام هاي الكفايات وهنا زي ما تعودنا دائماً نبلش الوحدة بدرس الاستماع رح نستمع بانتباه وتركيز لكن قبل الاستماع خلينا نتفرج على هاي الصورة الجميلة نبين هنا في بركة أو البحيرة الصغيرة وهنا في عنا ست شكلها متخبية وراء الأعشاب وهنا شكلها حاكمة وهي ست صحبيتها بجنبها عاملة معها أو صديقتها وشكله يعني حاملة طفل صغير فرحانين ومبسوطين على جانب الآخر هاي البنت زي الخافة زي المزدومة فخلينا نشوف هاي قصة نحن نتذكر تفاصيلها صح؟ إذن هنا سوف نتحدث عن قصة سيدنا موسى نبي الله رح نحكي انه كان في حاكم ظالم في مصر وين ولد بالزبط عاوض الله سيدنا موسى إلى أمه كيف كان مريض ولا مش مريض خلينا نركز بالتفاصيل هاي فرعون كان بدو يأمر بقتل كل الأطفال فعشان هيك الناس صارت تتخبي أطفالها اللي عرف يخبيه خباء اللي عرف يعني ينتقل ويرحل رحل لكن الباقي كله تم تصفيتهم أو قتلهم طيب خلينا نشوف إذا نستمع مع بعض لنص الاستماع بالأول نركز فيه مزبوط مزبوطية ثانية عشان نحكي عن هاي التفاصيل ونعرف شو الأجوبة على هاي الأسئلة أوكي خلينا نبلش جزء مع بعض في النص الاستماع تمام هذا الاستماع إذا نتحدث عن قصة موسى الرضيع طيب بدنا الركز مزبوط ممنوع حدا يحكي معنا ممنوع نحكي أبدا فتاة معاي حدا خلي الصف كلها تكون هاي ممنوع حدا يحكي ونبدأ نسمع مع بعض فيديو تقريبا وقته دقيقة أوكي كان في مصر في ذلك الزمان حاكم ظالم يلقب بفرعون وأعلمه من حوله أنه سيولد طفل من بني إسرائيل يكون انتهاء ملكه على يديه فخاف منه فرعون فقرر أن يقتل كل مولود ذكر يولد في تلك السنة من بني إسرائيل ولد سيدنا موسى عليه السلام في تلك السنة فشعرت أمه بالخوف الشديد عليه من فرعون ألهمه الله تعالى أن تضعه في صندوق ثم تلقيه في النهر وسيحفظه ويعيده إليها سالما وأمرت أم سيدنا موسى أخته بمراقبته من بعيد حتى لا يشعر أحد فحمله النهر قريبا من قصر فرعون فرآه أهل القصر وأخذوه فلما رأته السيدة آسيا زوجة فرعون أحبته كثيرا وطلبت إلى فرعون أن لا يقتله عسى أن ينفعهما أو يتخذاه ولدا لهما أحضرت السيدة آسيا المرضعات ليرضعن سيدنا موسى عليه السلام لكن شاءت حكمة الله تعالى أن لا يقبل سيدنا موسى الرضاعة من أي امرأة فجاءت أخته إلى زوجة فرعون وأخبرتها أن هناك امرأة يمكن أن ترضعه وكانت تقصد أمها فأرسلت زوجة فرعون إلى أمه فأرضعته وهكذا تحقق وعد الله تعالى برده إلى أمه سالما إذن يا فاني تحدث هذا الفيديو عن قصة حياة النبي موسى إذن كيف كانت القصة زيما حكينا أنه في عنا حاكم ظالم حكم مصر في زمن سيدنا موسى عليه السلام وشو كان اسمه قارون ولا فرعون ولا سلطان كان اسمه فرعون ممتاز إذن خلينا نختار الإجابة الصحيحة حاكم مصر في ذلك الوقت كان اسمه فرعون طيب ولد سيدنا موسى عليه السلام إذن وين في المصر ولا العراق ولا بلاد الشام أكيد في مدينة في دولة مصر تمام نحط عليها دائرة وأعاد الله تعالى سيدنا موسى عليه السلام إلى أمه سالما ولا جريحا ولا مريضا لأبل عكس كان سالما ما في أبدا أي مشكلة وأخدته أيضا وأرضعته طيب ننتقل إلى صفحة 103 نلون الغيمة بجانب الأماكن التي وردت في القصة التي استمعنا إليها هل كان في عندي نهر غابة مصر القصر البحر شو سمعنا من هذول الكلمات طيب هلأ من الكلمات الموجودة عندي كانت كلمة النهر ما كان في غابة مصر نعم كانت موجودة القصر أكيد موجودة ما عنا كلمة بحر كان عنا نهر طيب نملأ الفراغ فيما يأتي بالإجابة الصحيحة مما بين القوسين كان فرعون يؤمر بقتل جميع الأطفال الإناث ولا الذكور أكيد الأطفال الذكور وليس الإناث لأنه كان خايف على حكمه يعني خايف حدا من الذكور يكبر ويجي يستولي على حكمه قبل سيدنا موسى عليه السلام الرضاعة من أمه ولا من المرضعات رفض المرضعات سبحان الله وأحب بس أنه يرضع من أمه التي ولدته طيب خلينا نوصل بخط بين كل الصورة والكلمة التي تدل عليها كلياتنا بنعرف شكل فرعون زي هيك طيب هذا معروف صورة الصندوق هذا صورة النهر وهذا صورة القصر ممتازة ثاني شطوريا ننتقل إلى السؤال التالي نصل بخط بين العمل والشخصية التي قامت به أخت سيدنا موسى أخبرت زوجة فرعون بأن هناك إمرأة يمكن أن ترضع الطفل أم سيدنا موسى هي التي ألقت الطفل في النهار الأم هي نفس اللي ألقت الطفل في النهار آسيا هي زوجة فرعون والهي اللي طلبت من فرعون أن يتخذوا الطفل ولدا لهما طيب خلينا نرتب الأحداث زي ما قرعناها أو سمعناها يا ثاني طيب النقطة الثالثة أنه حمل النهر الصندوق قريبا من قصر فرعون هيا أرد محلولة خلينا نبلش إذن ونشوف أول حدثين بعدين هذا الحدث الثالث إذن هي هون أول إشي أنه إجت أم سيدنا موسى وضعت ابنها في الصندوق وألقته في النهار بعدين عمرت أم سيدنا موسى أخته بمراقبة المكان من بعيد أو بمراقبته نفسه من بعيد فبعدين إجا حمل النهر الصندوق قريبا من قصر فرعون وآخر إشي إجت السيدة آسي زوجة الفرعون قابلت الطفل وطلبت من زوجها أنه يأخذوه كطفل لإلهم ولد لإبنهم لإلهم يعني نرسم إشارة صح بجانب العنوان المناسب للنص الذي استمعنا إليه هل ممكن تسميه موسى الرضيع ولا صندوق الخشبي ولا قوم فرعون هي ميالة أكثر ليوسف لموسى الرضيع تمام طيب راقبت أخت سيدنا موسى عليه السلام أخاها الرضيع من بعيد دون أن يشعر بها أحد وكان لها دور بعودته إلى أم دون أن تشعر أحدا بأنه أخوها طبعا بدنا من هون أنك أنت ما تكتب رأيك بدنا إياك تعبر عن رأيك شفويا بما قامت به الفتاة شو رأيك بشغل البنت إنها راقبت أخوها من دون ما حدا يشعر أبدا وكان له دور في عودته إلى أم دون أن تشعر أحدا بأنه أخوها نعم طيب يعني إحنا شو رأينا شفويا بما قامت فيه الفتاة طبعا إنها رعاية الطفل وأنه راقبة الطفل إذن هيك بدك تحكي مراقبة الطفل ورعاية الطفل من بعيد يدل على الحنان والحب والمحبة الموجودة بين الأخوة طيب خلينا نشوف الآن طيب نيجي لدرس الثاني ببساطة وبيعني بإيجاز راح ندخل في الدرس الثاني لزم تعودنا في عنا مجموعة من قصص الأطفال الآتية ونجيب عن هذه الأسئلة مثلا السؤال الأول بيحكينا عن ماذا تتحدث هذه القصة أو القصص كلها بشكل عام في عنا مثلا هنا تتحدث القصة الأولى عن بناء الكعبة القصة الثانية هنا تتحدث عن قصة أصحاب الفيل هنا تتحدث عن نملة سليمان وعنا هنا سفينة سيدنا نوح جدا جميلة هذه المواضيع ورائعة جدا شو مصدر هذه القصص السابقة؟ المصدر الأساسي التباح أكيد يكون كتب نشر وأعتقد أنه من عنا هاي من مدعومة من وزارة الثقافة الأردنية فعني أنا عندي قصة نملة سليمان متواجدة عندي في مكتبتي تمام يعني أكيد هي تابعة على الوزار ووزارة الثقافة وتشجيعا لمؤلفين الأردنيين بتم يعني بيع هذه الكميات بأسعار قليلة طيب هلا نيجي لمسح الـQR عشان نعرف شو هذه القصة اللي هون عم بتصير تمام في عندي مثلا هون شو اسم القبيلة اللي كانت تسكن في مكة المكرمة قريش وفي عندي رحلتين رحلة السل للشتاء والصيف يكونوا مجهزين حالهم مضبوط وين الشتاء وين السيف شو النعم التي نعمها الله تعالى على قريش خلينا نشوف شو هو الـQR وننهي أكيد ونعمل زيه للـQR بدياكو يا ثاني تعملوا زيه للـQR تمام عشان نتعلم نحنا كيف بدنا نروي قصة يعني زي ما هو موجود خلينا نشوف الطالب كيف بيحكي ونعمل زيه ومنها أكيد نستودع عنكم الله في فيديو ثاني إن شاء الله في المرة القادمة إلى اللقاء قصة القريش كانت قبيلة قريش تسكن مكة المكرمة قديما قبل الإسلام وكانت قبيلة غنية يعمل كبارها في التجارة والإلاف هي رحلتهم في هذه التجارة ولهم رحلتان رحلة في الصيف إلى بلاد الشام وفي الشتاء إلى اليمن أنعب الله تعالى على قبيلة قريش بالأمن والطعام فلم يكن أحد يتعرض لهم بأذن في أثناء رحلتهم التجارية وكانوا ناجحين في عملهم وذكرت قصتهم في القرآن الكريم